اهلا بكم في النشرة الرياضية واصل فريق الحد الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوريا درجة الاولى لكرة القدم وذلك بعد تحقيقه الفوز الحادي عشر في المسابقة والذي جاء على حساب جاره لبساتين بخمسة اهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري وايودين الحد بهذا الفوز لمهاجمه محمد الرميحي الذي سجل اربعة اهداف على مدار شوطي المباراة كما اضاف زميله احسين سلمان الهدف الخامس قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ليرفع بذلك الحد رصيده الى تسع وثلاثين نقطة في المركز الاول من جانبه يتمكن فريق المحرق من تحقيق فوز صعب بعدما قلب تأخره بهدف امام الرفاع الشرقي الى فوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد الرفاع الشرقي تقدم اولا عن طريق فيصل بودهون في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل ان يقلص اسماعيل ابنطيف النتيجة للمحرق في الدقيقة الثامنة والاربعين وتمكن بعد ذلك البرازيلي الياس من تسجيل الهدف الثاني للمحرق وفي الوقت بدل الضاء عاد اسماعيل ابنطيف ليسجل الهدف الثالث لفريقه هذا وتختتم اليوم مباريات الجولة السابعة عشرة باقامة ثلاث مواجهات في توقيت واحد هو الخامسة والنصف مساء اذ يلتقي على استاد النادي الاهلي فريقاء الملكية والحالة وفي استاد البحرين الوطني سيتواجه الرفاع مع الاهلي بينما ستقام مباراة سترة والمنام على استاد مدينة خليفة الرياضية تمكن فريق بربار من تحقيق الفوز على الاهلي باثنين وثلاثين هدفا مقابل اربعة وعشرين وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما بمنافسات الجولة الاخيرة من الدورة السداسية للمجموعة الاولى ضمن منافسات دور كرة اليد وبهذه النتيجة حسم فريق بربار صدارة الترتيب لصالحه برصيد ثلاث عشرة نقطة